اهلا بكم مستمعي ومستمعات بودكاست يلا نحكي ضيفنا اليوم الاستاذ جمعة زبرقة مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب رح نتحدث معه حاول استهداف النقب ومحاولات التهجير اللي بتهدد اهله بطرق ووسائل عدة وكمان رح نتطرق لطرق المواجهة المختلفة اللي بيستخدمها الفلسطينيين في النقب لمواجهات المخططات الاسرائيلية اهلا بك معنا استاذ جمعة اهلا بك يواب المشاهد مستمعين اهلا بك يعني استاذ جمعة النقب مستهدف منذ سنوات طويلة يوميا هناك عمليات هدم وحرث للمزروعات كمان شهريا بيتم هدم قريات العراقي بمسلوبة الاعتراف لو نتحدث بالعموم عن استهداف النقب ومحاولات يعني حصر الفلسطيني في النقب في اصغر بقعة من الارض واكبر عدد من السكان تفضل نعم اخت العزيزة كما تعلمين النقب يعيش اسطورة فمود منذ 75 عام منذ اقامة هذه الدولة ونهكبة الشعب الفلسطيني ولكن اه نحن تبقينا في النقب ما يقارب 11.000 من 110.000 كانوا يقطنون النقب قبل النكبة والان يعني يجري هناك مخططات كثيرة في النقب وبالأساس يعني بالأساس سبب الرئيسي وهو الارض قضية الارض او الصراع على الارض ما تسميون نعم يعني هناك عدة مشاريع هائلة النقب يمر تطوير هائل جدا ولكن يستثني العرب والعرب بالأساس العلاقة الوحيدة التي تربطهم في هذه المشاريع هو ان هذه المشاريع ما تسمى المشاريع القومية تقام على اراضي العرب وتستثني يعني الاراضي الاخرى التي استولت عليها الدولة فنحن نتحدث عن مثلا سكة الحديد نتحدث عن مشاريع الضغط العالي مشاريع اللي هي الضغط الكهرباء العالي الذي يمر نتحدث عن شارع عابر اسرائيل ما يسمى شارع ستة نتحدث عن اقامة 12 قرية من المستوطنين لليهود فقط وكل هذه المشاريع تقام على اراضي العرب والعرب لا يستفدون منها يعني شيء والعرب يردون تركيزهم في سبع قرى قائمة او مدن او تمدين قصري تزميم ما تشائين هذه القرى تفتقر الى بنا تحتية اساسية يعني كما تعلمين اختي العزيزة بان عرب النقب يعتشون بالاساس على تربية المواشي وعلى الزراع هذا مصدر رزقهم تقريبا الوحيد ويردون تغيير شكل المسكن وشكل المعيشة وشكل الحياة الى مدن او تمدين قصري وبالاساس الهدف هو وضع العرب النقب اكثر عدد من الناس على اقل رقعة من الارض فهناك يعني الحيز يقومون بتضييق يعني صراعنا هو على الارض وعلى الحيز لان الحيز لا يمكن ان تتطور بلد او قرية بدون ان لا يكون لديها مناطق نفوذ ومخطط هيكل موسع من اجل ان تتطور مستقبلية هذا من ناحية ناحية اخرى لا يوجد لهذه القرى اي مخططات مثلا هم يردون اقامة او ادخال الناس الى القرى القائمة اللي هي سبعة واحد عشر قرية اخرى في طور الاعتراف يعني لم تصل الاعتراف بشكل كامل ولكن لا يخططون لهم اي مصدر رزق للحياة للعيش الكريم في وطنهم وفي بلادهم وهذا بالضبط فراعنا هو على الارض فهم يخططون ونحن يعني يهدمون بيت العربي النقباوي ويقوم هذا العربي ببناء خيمة على ركام البيت ولا يتحرك من ارضه لان هذه ارضه يعني ورثها عن الاباء والاجداد وكلهم يعرف هذا يعني من ناحية واحدة من ناحية اخرى هناك 97% من اراضي عرض النقب استولت عليها الدولة ووضعت يدها عليها عن طريق الكبيوتسات والمشابات وقرى زراعية وقرى مدن وما الى ذلك يعني هناك 174 قرية لليهود في النقب 174 بينما يردون ادخال عرب النقب الى 17 قرية تفتقر الى كل البنى التحتية والحياة الكريمة نعم فيعني بالاساس عرب النقب يصرعون على الارض حتى قضية الاعلام التي يقوم بها الاعلام الاسرائيليا والاعلام العبري المجند هو يعني يردون شيطنة عرب النقب من اجل ان يقولون انه عرب النقب انهم يعني مخالفون للقانون ويقومون باستلاء على اراضي الدولة وهم يبنون بدون ترخيص وكأننا نحن نعشق البناء بدون ترخيص ولكن لا يوجد شيء اسمه مؤسسة تعطي عرب النقباوي اي ترخيص لبناء بيته بشكل قانوني ولذا الناس تتكاثروا بشكل طبيعي وهم يبنون يعني كما تعلمين ان النقب يوجد فيه ما يقارب 12 مليون دنوم وهي نصف فلسطين التاريخية وعرب النقب يشكلون 32% من السكان في النقب هون وهم يردون تركيزهم على اقل من 3% وهذا ما يرفضه عرب النقب يعني القرى القائمة الموجودة اليوم السبع مدن والقرى التي في طور الاعتراف والقرى الغير معترف بها كلها تتحدث عن اقل من 3% من الاراضي والآن كل الصراع الذي تسمعونه وتعيشونه وترونه بشكل يومي والملاحقات اليومية هي على 3% فلا يوجد لدينا مجال للتراجع قيد انملة عن هذه الاراضي من اجل ان نكون ان نتطور مستقبليا في وطننا اليوم مثلا اليوم كان هناك وضع حجر الاساس ليقامة مدينة تسمى كسيف التي هي يعني لها ميزة خاصة هذه المدينة تقامة الخردين او اليهود المتدينين يعني حتى في المستقبل لو اردت ان تشتري شقة في هذه المدينة لا يمكنك لانه هناك ما يسمى لجان الاستقبال لجان الاستقبال هذه لجنة تقاء من نفس القرية او من نفس سكان البلد هم كل بن ادم يريد ان شراء قسيمة عمار او شقة عليه ان يمر طريق هذه اللجنة وهذه اللجنة تقرر على حسب حسب الميول الاجتماعي للمجموعة وبما ان الاكثرية الصاحقة في هذه المدينة التي تسمى كسيف والتي ستقام ووضع حجر اساسي فاليوم فانت لا تستطيع لانه هناك من يسكنهم من الخردين او المتدينين اليهود فالتضييق في كل مناحي الحياة يعني حتى في لقمة العيش وبالاساس وبالاساس يعني سبب الموضوع او صلب الموضوع ها هو الصراع على الارض نعم يعني بالحديث عن الصراع على الارض يعني في كل عام يعني بعيدا عن الملاحقات اليومية من الهدم وحرط المزروعات وملاحقة الاهالي في النقاب كل عام تقريبا يوجد هجمة كبيرة يعني مثلا في العام الماضي كان هناك يعني هجمة على اراضي عرب الاطرش وفي هذا العام يعني نشهد الى جانب اوامر الهدم والهدم كمان استهداف للكرة مسلوبة الاعتراف يعني حوالي ستمائة امر هدم وصلت واخلاء وصلت للأهالي هناك كيف ممكن نتعلق على هذا الامر؟ يعني هذه سياستهم منذ اقامة هذا الكيان العنصري في وطننا وفي بلادنا ولكن يعني اقول لك بيقول صراحة العرب النقاب لا يجد لديهم يعني مخططات بان يرحلون عن هذه البلاد كم اسلفت وقلت بانه الناس تهدم بيوتها ويقبون بجناء خيمة لانه علاقتنا مع الارض خيمة على ركام البيت المهدوم ويعيشون في هذه الخيم صحيح انه الوتيرة زادت في الاشهر الاخيرة بعد استلام هذه الحكومة الفاشية يعني بكل المقييف ولكن هذا لن يفلينا ولن يردعن سوف نستمر في الوجود والتواجد على ارضنا مهما كلف الثمن لا يوجد لدينا يعني لا يوجد لدينا متسع بان نترك هذه البلاد نعم ولن ندخل في قرى يعني بدون ان يأخذ الحساب على الاقل ان نكون نحن جزء من التخطيط ومن شكل الحياة التي نريد يعني لا يوجد شيء كهذا في اماكن اخرى الا في هذه الدولة نعم يعني كما تفضلت حضرتك بموضوع انه ازدادت وطيرة الهجمة على الفلسطينيين في النقب مع تسلم الحكومة الجديدة الحكم في البلاد يعني على الرغم من ذلك الا ان الحكومات المتعاقبة يعني هو مخطط واحد لديها باختلاف طبعا الحكومات كيف ممكن ان تعلق على هذا الامر يعني في العام الماضي كان الهدم كبير جدا في النقب شهدنا ايضا هبة النقب وعدد يعني مئات الاعتقالات التي طالت شبان والفتيات ايضا فهو مخطط واضح باختلاف الحكومات لا بكل تأكيد هي المخططات لا تختلف ولكن تزداد وثيرتها هنا وتزداد هناك ربما تنقص هنا ولكن بالاساس يعني نحن متواجدون امام الحكومات يعني حتى الحكومات السابقة لم تنصفنا ايضا ولهي حكومات كلها كانت يعني بصراحة كلها كانت سيئة ولكن هذه الحكومة اسوبة ونحن نتعامل يعني مع مجموعة عنصريين ايديولوجيين يعني يعملون من منطلقات ايديولوجية وكأنه لا يوجد هنا لك من يدعيك بالسليل الشمدرس أنه لا يجد شيء اسمه شعب فلسطين وكأنه يعني ينكر وجودنا الرواية الصهيونية يحاولون يعني يحاولون تسويقها ونجحوا للسنوات إلى الأوروبيين وإلى الغرب بأنهم هم يعني عادوا إلى بلادهم وكأنه لم يوجد فيها ناس هذه البلاد فارغة كانت من الفسمه وهذا تصوروه لمدة سنوات إلى الغرب والغرب يعني أشترى هذه الرواية أو يعني وثقة فيها وهذا غير صحيح نعم يعني اليوم من النهر إلى البحر هنا لك أن تجيء أكثر من نصف حتى من الناس التي عاشون هنا وهم فلسطينيون نعم يعني بموضوع كمان استهداف الأهل في النقب أيضا إلى جانب محاولات يعني الهدم والاعتقالات هناك طبعا محدة المستعربين المعروفة التي تعمل دائما لقمع الفلسطينيين في النقب أيضا الكتيبة التي تم تشكيلها قبل نحو عام أو أكثر خصة لقمع والتنكيل بالفلسطينيين في النقب بحجة إعادة ما يسمى السيطرة بعد هبة الكرامة كيف ممكن تعلق على هذا الأمر؟ يعني لديهم عدة عصابات أنا أسميها عصابات أو ميليشيات يعني هذه الناس التي تتحدثين عندها هي يعني وحدة برئيل وحدة برئيل هي يعني وحدة قيمة من المتطوعين ولكن تحت إشراف الشرطة للأسف بأنه يقومون بشيء حتى بزي غير يعني زي غير معروف زي مدني عادي يقومون بملاحقة الشباب بالأساس وأرجاع ما يسمى الحوكمة أو المصائل السيطرة تسمى تيه وهناك وحدة يؤاب التي تقوم بحراسة الشركة التي تهدم بشكل يوم لا يوجد يحدث يؤاب في كل البلاد إلا في النقب ولا يوجد وحدة برئيل إلا في النقب يعني هم يردون إخضاع الناس وعن القضية الأساسية ألا وهي وفنوا إخضاع المواطنين أصحاب الحق وأصحاب الأرض الأصواليين إلى حتى أن لا يعارضوا ما يجري لهم من مخططات ولكن هذا حتى الآن قضية الشباب التي تتحدثت عنها ألا تعلمي أن هناك شباب يقومون باعتقالهم حتى اليوم حتى أيامنا هذه بتهمة المشاركة في هبة الكرامة التي كانت في العام الماضي في ماي هناك بشكل يومي هناك ما يقارب على نفس الملف على نفس الملف ما يقارب 6 إلى 7 أشخاص يحاكمون على نفس الملف وهو في منطقة مختلفة أخرى يعني مثلا حرق سيارة كان حرق سيارة لأحد الصحفيين في أيام الهبة نعم اعتقل على هذا الملف 7 أشخاص وحكم 7 أشخاص بينما المنفذ هو واحد ولكن ما زالوا يعتقلون شباب بشكل يومي على نفس الملف يعني الظلم بشكل واضح وصريح لا ثقة لنا في محاكمهم ولا ثقة لنا في شرطتهم ولا ثقة لنا في تصرفاتهم يعني الملاحقات هي في كل مناح الحياة أختي العزيزة حتى في عيشك الكريم الملاحقة أيضا يعني اليوم مثلا في المستشفيات هناك طباء يعني أقاموا أيام أيام الانتخابات الأخيرة قاموا بالتحدث كأنه يجب التدخل حتى في أرحام أهل النقب لأنه يعني الهاجس الديموغرافي يعيشونه بشكل يومي نعم ونحن نعاني من هذا الشيء يعني هناك من يطالبون بتوقيف يعني أو تحديد النسل عند عرب النقب لأنه عرب النقب ضاعفوا أنفسهم ما يقارب 20 أو 30 مرة منذ النسبة حتى اليوم نعم يعني هذه كمان أحد المخططات إلى جانب كل ما ذكرت أحد المخططات والطرق التي تستخدمها السلطات لمحاربة الفلسطينيين في النقب طب يعني لو نحكي عن المواجهة يعني الفلسطيني في النقب يقف في أرضه يدافع عنها يدافع عن منزله ولكن هل ترى أن هذا يكفي أن يقف فقط ابن النقب للدفاع يعني هل ترى مشاركة الفلسطينيين في كل أراضي 48 بالشكل المطلوب أم هناك يعني حاجة لزيادة هذا المشاركة فضل أختي العزيزة هذه قضية النقب هي ليس قضية أهل النقب فقط وأنا برأيي على كل يعني كل النشاطات التي نجحت في السابق من تجربتنا هي كانت بمشاركة كل العرب الداخل أو فلسطيني الداخل أنا مثلا إذا أخذنا المثال حين قضية برابر أو مخطط برابر الذي استطعنا أن نفصله في 2011 بدأ مخطط برابر كان شارك فيه كل العرب الداخل من حيفا ومن الجليل ومن المثلث والمدن المختلطة والنقب وأيضا شارك فيه جزء من الدول العربية المجاولة حتى المظاهرات كانت تكون في نفس التوقيت في عمان وفي طول كرب وفي مجد الكروم في الجليل وفي حورة في النقب وفي المثلث في الطيبة أو في أم الفحن يعني هذا شيء يرفع معنويات أهالي النقب ويلمسون هذا التعاضد أو هذه المناهضة للمخطط نفس المخطط لأنه عندما يعني هذا المخطط ينجح هنا سيعود وينفذونه في الجليل وفي المثلث وفي النقب وفي الضفة وفي كل مكان أنا برأيه القضية أكبر بكثير من أهال النقب وهي قضية أيضا ليس قضية النقب قضيتنا جميعا نعم علينا أن نتصرف كشعب وكأمة وليس كأفراد وليس كقبائل أو جماعات مناطقية أو جغرافية لذا أنا أرى أن القضية هي ليس قضية النقب فقط يعني احتياط الأرض الوحيدة الذي بقي فلسطينية الداخل هو في النقب ليس إلا فهذا الاحتياط هو ليس فقط لها للنقب هو قضيةنا جميعا نعم يعني هون نختم حوارنا معك أستاذ جمعة بدأ أشكرك على تواجدك معنا شكرا لإلك شكرا لك شكرا لك إلى هنا تنتهي حلقة أخرى من بودكاست يلا نحكي معي أنا هدالشتاية إلى اللقاء